حين تهدأ الأصوات ويلذ النوم في أعين النائمين يقوم العبادون المحتسبون من مضاجعهم لقيام الليل قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال أحد السلف أخفوا لله عملا فأخفى لهم ثوابا وقيام الليل من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وقيام الليل مما يزيد الحسنات ويكفر السيئات وهو مما يعين على فهم القرآن وتدبره قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا أي أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن حيث يتواطأ عليه القلب واللسان وهو سنة مؤكدة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعه حضرا ولا سفرا صحيحا أو مريضا ويبدأ وقته من بعد صلاة المغرب فعن أنس في قوله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء ويستمر حتى طلوع الفجر والقيام في الثلث الأخير من الليل أفضل وليس لقيام الليل عدد محدد من الركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ومن فاته قيام الليل بسبب غلبة نوم أو مرض أو نسيان ونحو ذلك شرع له قضاؤه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال لكن شفعا ومما يعين على قيام الليل قلة الطعام والشراب والقيلولة بالنهار والتخفف من الذنوب والأوزار فاحرص على أن تكون من عباد الرحمن الذين قال الله في مدحهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فكان ثوابهم عند ربهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ترجمة نانسي قنقر